هذا بعض مما خلفته إحدى العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة النيجيرية منذ أسابيع لملاحقة مسلحي جماعة بوكوحران في شمال شرقه البلاد بقايا امتعة ومخلفات عراق بادية تقول الحكومة النيجيرية إن حملتها استطاعت أن تحقق نجاحا ملموسا على الأرض ولن تألوى جهدا في بلوغ غايتها بضمان بسط الأمر والقضايا على من تصفهم بالإرهابيين كل من يحمل السلاح في هذه البلاد بصورة غير قانونية هو إرهابي مهما أطلقوا على أنفسهم من أسماء العملية تهدف إلى ضمان منع أي نشاطات أو أعمال إرهابية داخل الأراضي النيجيرية لقد حان الوقت لتأكيد سلامة نيجيريا والإقليم من هذه الأعمال العمليات العسكرية ضد من تصفهم الحكومة النيجيرية بالإرهابيين لن تتوقف غير أن ملاحقتهم في تضاريس الصحراء وعرة وبين تجمعات بدنية قد يبدو أمرا تكتنفه المصاعب ورغم أن مدنيين عبروا عن سخطهم من الجماعة ونهجها في التعامل معهم إبان فترة سيطرتها على مناطقهم إلا أنه ما زال في داخل بعضهم شكوا من نظرة الحكومة لهم قبل مجيء هذه القوة إلينا عانينا وعانينا كثيرا من جماعة بوكو حرام لقد كانت معاملتهم سيئة لنا نحن الآن سعداء للغاية ولذا نود إخبار الرئيس بأننا أبرياء هذه المجموعات جاءت من الخارج وليست من السكان الأصليين هنا ثلاث ولايات في شمال شرقي البلاد كان الرئيس نيجري قد أعلن في منتصف مايو أيار الماضي عن حالة الطوارئ فيها وبداية حملة برية وجوية لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها جماعة بوكو حرام الإسلامية والتي تصنفها أبوجا ودول غربية أخرى كمنظمة إرهابية محضورة وتعد الأمر إلى فرض عقوبة السجن عشرين عاما لكل مساند لها حتى ولو كان من باب التأييد فقط